موسيقى مرحبا عم نلتقي لنحكي عن كيف منطور ذاتنا ونحقق أهدافنا ونرضى عن تعبنا كيف تبلش من اليوم من محل ما أنت هلأ شو ما كان وضعك وشو ما كانت الظروفك وصعوباتك ومشاكلك تخلي يصير في تغيير يساعدك لتحقق أشياء بدك إيها بالحياة كم مرة وعيت الصبح وحسيت حالك مزعوج مزعوج كتير لدرجة أنه مش طايق الدني حوالك كم مرة تضيقت من أدفع الأمور اللي عم بتطير حوالك من الناس أو الأشياء حوالك بس لأنك أنت مش مبسوط ومزعوج ومحبط أوقات منتعرض بحياتنا اليومية لمواقف بتخلينا نشعر بالفشل أو عدم الوصول للنجاح اللي بدنا إياه ومنحس بالزعل اللي جدير واليأس أوقات منحس أنه ما في شي عم يحفزنا وعم يسلينا أو يدفعنا لقدام ويمكن منصير نفكر أنه ما منستحق وما منستاهل شي وكرمال هيك بتصير تقول ما في شي عم يثبت معي أوقات كل الناس اللي حوالينا ما عم يفهمونا وما عم نقدر نتواصل معهم نحكي ما بيفهمونا وبيحكونا منحسهم سخيفين أو مش حسين فينا إذا هالشي عم يصير معك بدي تمنك وقل لك أنه هيدا الشعور شي كتير طبيعي وما تخاف منه كل الناس مين ما كانوا وشو ما صاروا مرقوا بالماضي أو بيمرقوا بحياتهم بهيك أوقات وبهيك شعور بالإنجليزي منقل له feeling down وهيدا شعور كتير طبيعي إذا نحنا فهمينه وقادرين نسيطر على حالنا أحياني كتيري بيكون هالشعور ناتج عن ضغوطات حياتية عن تعب وقلق ومشاكل يومية كتيرة بتخلي راسنا مشوش وما عم نقدر نسيطر على الأمور فبيضيء خلقنا ومنعصب وبدل ما تنحل أمور بتصير تزيد وبتصير بشكل دايم ومتكرر يعني ضغوطات ومشاكل وتعب وقلق ومن جديد تعصيب وانحطات بالجسم وقلق وبيصير يتكرر بتصير الآن أنه هالشعور يرفقك عطوله خايف أنه تضلع الآن فيه وبدل ما يقل بيصير يزيد وما بتعود تقدر تخلص منه فبيزيد عندك التوتر وهيك بتعلق بالإحباط واليأس بهالحلقة رح خبرك عن بعض الطرق لحتى تساعد حالك فيها إذا أنت بهالحالة أو حاسس حالك رح توصل لهالحالة أو وقاية لتعرف تنتبه لحالك أو إذا حدا حولك عم يحس بهالإحساس كيف فيك تساعده وشو فيك تقله لحتى شوي شوي تطلع أو تطلعه من هالإحساس وتوصل لتعيش حياة أفضل أنت بدك إياها وراضي عنها وفيها سعادة وفرح أكتر أول شي لازم تعمله هو أنه تعرف أنه أمور الحياة الصعبة والمشاكل والصعوبات والتعب والقلق والدراما كلهم هون جزء من الحياة هيك الحياة مركبة وكتير عادة أنه أنت وأنا وهو وهي نمرق بظروف وصعوبات ومشاكل شو ما كان نوعا أو حوادث أو فشل أو مرض أو اختارة هالأمور بتصير لكل الناس كل الناس بيمرقوا بظروف إن كانوا أغنية أو فقرة نساء أو رجال من هيدا البلد أو من بلد تاني كل إنسان بهالدني عنده قصة ما حدا قصته مثل التاني بس على الأكيد كل واحد عنده ظروف وتحديات وصعوبات الحياة مثل لعبة البازل فيها قطعة كتيرة من هالقطعة في أجزاء حلوة علي رسمات ملونة وشكلها معروف أو مألوف دغري منشوفها منعرف وين محلة وكيف منحطها وما بتعملنا مشاكل وما بتاخد من وقتنا ومنطقتنا بس في قطعة غريبة لونة أسود أو شكلها مش طبيعي ومش شايفينه قبل وما منعرف وين بدنا نحطه لتكمل رسمة البازل إذا عصبت وكبيت هالفازل كلها سوا لأنه ما عم تعرف تتحكم بهالقطع رح تتخربت الرسمة مثل حياتك إذا عصبت ويقست واستسلمت رح تتخربت حياتك فإذا أول شي لازم تعرف وطوع عليه أنه صعوبات حياتك جزء أساسي من حياتك وعادة وطبيعي وكل إنسان بيمرق بهالطرق الديقة ليوصل لقطسترات سريع وواسع فإذا لتبلش تعيش بشكل أفضل وطبيعي لازم اليوم تعرف أنه إحساسك طبيعي حتى لو كان نتيجة فشل أو خيبة أو بسبب أنه قطع وقت كتير من حياتك وأنت ما حققت شي بعد لازم تعرف أنه الوقت ما خلص بعد وأنه فيك تبلش من جديد وترجع توقف وتقوي حالك وتخطط لبكرة وتصنبم وتتابر ترك مشاكل الماضي وفشل ومشاكله وخلي كل اهتمامك بالمستقبل وشو حابب تعمل فإذا أول خطوة أنه تعرف أنه هيدا شعور طبيعي تاني خطوة هي أنه تقرر أنه تغفر وتسامح وتنسى أذية أي شخص لو شو ما كانت الأذية اللي أذاكيها وتوقف اللوم والعطب والأعذار لما بتكون علقين بإحباط وزعل بتصير تحط الحق على كل الناس وبتصير تلوم كل العالم وحتى الناس اللي مناح معك بتصير تكرهن وما تشوف المنيح اللي عملوه معك أو اللي عم يعملوه هلأ هيدا كله لأنك متمسك بالأخطاء وبالمشاكل بدل ما أنه تركز على الحلول وعشيل المنيح تذكر أنه هيدا اللوم والعطب والزعل عم يسمم حياتك أنت مش حيات حدا تاني هلأ وبالمستقبل مثل الشخص اللي زعلين لأنه كل إخواته الأصغر منه مثلا درسوا بالجامعات فتحوا أشغال تزوجوا وهو ما تزوج ولا درس بالجامعة ولا عنده شغل منيح لأنه كل تعبوا رح لإخواته بدل قاعد ينضب حظه ويقول أنا فنيت حياتي كرمي الإخواتي أنا ضحيت كرمالهم هني ما عم يعملولي شي هلأ كرمالي لو ما أنا عملت هيك ما كان فلان قدر وصل له المستوى الاجتماعي اللي هو فيه وبيحكي وبيلوم هالشي اللي هو عم بيحكيه صح مية بالمية واللي صح أكتر أنه عم يقص حاله أكتر وأكتر وعم يفشل حاله أكتر وأكتر وعم يتوتر ويعصب وينزح حياته أكتر وأكتر هاللوم والعتب بس رح يخلي الناس يشفقوا عليك أنت لازم تفكر هلأ شو لازم أعمل وما تفكر بأسباب وأعذار فإذا حكينا أنه أول خطوة يحرر حاله الإنسان من الزعل والإحباط هو أنه يفهم أنه ما أنه هو وحده عنده مشاكل وظروف وأنه كل إنسان عنده قصة تاني شيء أنه لازم يوقف العتب واللوم على الآخرين وينسى كل اللي صار بالماضي الماضي راح هلأ أننا عايشين هاللحظة بعايشين بكرة تالت شيء لما بتكون محبط وزعلان لازم تقول لحالك وتقنع حالك أنه أنت بتستاهل حياة أفضل ورح تصلى لها الحياة اللي بدك إيها أنت تستاهل وأنا بستاهل وكل واحد مننا بيستاهل حياة أحلى هو واختارها أوقات بتصير تقول لحالك بس أنا كبرت بالعمر أو أنا ما معي مصاري ما عد طالع بإيدي شيء أو أنا ما بعرف شو لازم أعمل ما عندي مؤهلات علمية أو شهادات أو أنا عندي مرض أو إعاقة معينة وبتصير تصدق هالأكاذيب وهالحكي لضافك عن بيقلك إيه وتتراجع عن تحقيق تقدم بحياتك اللي لازم تعرفوا أنه هالحكي اللي عم تحكيه منه جديد وكل اليقسانين والزعلانين والمحبطين بيقولوا هيك ملايين الناس حول العالم اللي فشلوا بحياتهم أو عم يفشلوا حياتهم عم يحكوا زيت الحكي منهم بيقولوا كبرت راحت علي جنرال ميشيل عون عامر رئيس جمهورية على عمر 81 سنة دوراثي ديفنهيل قدرت زارة القطبل الشمالي وهي عمره 84 سنة وأنه ما فرقت معه العمر منهم بيقولوا بس ما معي مصاري بس شهيد خان من باكستان كان يغسل صحون كان كتير فقير قبل ما يصير يملك شركة سيارات الجاكوار وغير شركات كيركوركريام من أصل أرمني كحشون المدرسة من الصف الثامن يعني ما معه شهدات لكن قدر أنه يصير بليونار وكتير ممثليين وممثليات ما دخلوا لهم على الجامعات وصاروا كتير مشهورين وكتير مغنين ما كان معهم مصاري وصاروا أصحاب ملايين وكتير سيدات كانوا فقرة منهم أوبرا وينفري وصارت من أغنية العالم وكتير عندهم إعاقات أو مرض وما خلوا هالشي يحبطهم أو سبب بتقدمهم مثل أوندريا بيكلية هو أعمى بس من أهم مغنين بالعالم ألبرت أنشتاين كان عنده توحد وغيرهم غيرهم كتير منعرفهم بالحي أو الشارع عندنا كانوا مرضى أو كانوا فقرة أو كانوا متروكين وغيروا حياتهم وما خلوا الأحباط يستولي عليهم بسبب العمر أو قلة المال أو المرض أو الأكاذيب كلها سوا فإذا بس تكون محبط وزعلين ويقسين ما تخلي ضعفك يكذب عليك أنت قادر حكينا أول شيء أنه كل الناس بتمرق بظروف صعبة وأنه هالصعوبات جزء من الحياة تاني شيء أنه تترك الماضي وتنسى أو تغفر الأخطاء أو الناس اللي أزوق وتبلش تركز على المستقبل تالت شيء ما بقى تصدق الأعذار والأسباب اللي بتحطها لأنه ما إلا قيمة وأنه الناس الناشحين بحياتهم كمان عندهم صعوبات أو مرأوا بصعوبات مادية أو تعلمية أو نفسية أو جسدية أو مرض وهالأسباب كلها ما وقفت بطريق نجاحهم للعمر ولا المصاري ولا المرض ولا قلة العلم وهيك أنت بس بتقلي أنا ماني منيح قدهم أو ما عندي الإدراء مثل ما هني عندهم أو أكيد حدا ساعدهم أنا ما عندي حدا يساعدني هالشي صحيح إذا عم بتقارن حالك فيهم ما عم أعطيك الناس الناشحين مثل كرميلة قارن حالك فيهم أنا عم بعطيك أمثال مش للمقارنة إنما لأقرب الفكرة لتفهمها إنما ما المفروض تقارن حالك بحدا أنت بهالكون كله إنسان مميز ولازم توقف تقارن حالك بغيرك هاي عطول من عيدة أنت أنت مش حدا تاني ولا حياتك حياة حدا تاني المقارنة بالآخرين بتضعف لك معنوياتك وبتقهرك وبتخفف حماسك وبتخسرك وقت وبتصير محبط أكتر أنت عندك مواهب وقدراتك وطاقتك ما حدا مثلك ولا أنت مثل أي حدا هالخوف من أنه أنت مش قادر وما بتقدر هو المشكلة عندك المشكلة بالخوف مش بعدم القدرة أكيد أنت قادر بس خايف تاخد الخطوة الأولى أو المبادرة بتقول بركي ما زبطت معي هاي دا الخوف اللي بيعاقلنا اللي بيجي بيخلينا نقلف قصص وهمية ودراما بدي قلك أنه الخوف هو عدوك الأول قبل أي شخص أو أي زرف أو أي مرض الخوف هو شعور حقيقي مش وهمي وهي دا الخوف بيخلي الوظائف تبع جسمنا تتلبك وبيخلينا نتيجتها الشي نغير تصرفاتنا بأغلب الأحيان نجمد محلنا أو نهرب من الحقيقة أو الواقع اللي عايشين فيه بقى كذيب بنكذبها على حالنا أو غيرنا الصح هو ما تخاف واجه عندك حلم ما تخاف تبلش هلأ فكر فيه وخططله كيف بدك تصله ما تخلي حالك بهالمحل السيء اللي عايش فيه قوم انطلق ما تخلي الأحباط يسيطر عليك شو ما كانت الأسباب أسباب جوهرية مهمة مثل فقدان شخص عزيز عقلبك حدامات أو بسبب خسارة وظيفة أو بسبب قلة المال أو المرض صح هو كلهم أسباب بتحبط لكن الحياة لقدام مش لورا والأسباب أسباب إنما نحنا بدنا نتيج بالحياة تبلش خطط لحياتك وتعاب على نفسك ونسى الماضي وركز على المستقبل إذا فقدت عزيز ركز على الناس اللي بعدهم عايشين وكمان هن عزيزين على قلبك لأنه كمان هن بيستاهلوا محبتك وإذا فقدت شغل ركز على قدراتك وعلى الطرق اللي بتخليك تلاقي وظيفة جديدة وإذا مرضت تعرف على الطرق اللي بتساعدك لتتعايش مع المرض وما توقف هون دايما نقول لحالك أنا قادر أنا خلقت العيش السعادة والإنجازات والردع عن نفسي وأكيد رح توصل أكيد ما تشك بقدراتك بشكركم على المتابعة وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا وتكونوا فكرتوا شو الإشي اللي لازم تشتغلوا عليها لتتحسن حياتكم أنا عندي كل السئة إنه بعد المجهود في نتيجة وما في نتيجة بلا مجهود كل واحد مننا قادر يحقق إشي كتير بحياته خليك قادر خليك قوي خليك مسؤول اشتركوا في القناة